بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام علي سيدنا محمد ازاك شباب اهلا بكم في فيديو نيد بإذن الله في هذا الفيديو سنتحدث عن انواع البيانات او data types كنا قلنا في الفيديو اللي فات ان انا عندي انواع data مختلفة من انواع بعينات مختلفة وكنا شوفنا وقلنا ان الخامسة لما بكتبها جول double code تبقى نوع ولما بكتبها برا ال double code تبقى نوع ففي الفيديو سنتعرف على انواع البيانات ديت اول نوع عندي من نوع البيانات هو نوع اسمه integer integer يعني رقمي او حاجة رقمية رقم يعني الانتجر المقصود بهنا بكتب رقم او مثلا اي اي رقم يعني اي رقم يعني اجمع رقمين على بعض يمكن اقول مثلا واحد زائد اثنين عادي لم يكفيش اي مشكلة ممكن اعمل عملية ضرب اعمل عملية اسم اعمل اي حاجه. ممكن يعني الرقم الانتجر دوت بعمل الرقم اللي انا كدبه بشكل رقم شكل رقمي بشكل انا اقدر اتعامل معاه رياضيا كمان. تمام ده الانتجر يعني مثلا كتبت انا ايه? 100 تمام. اجع اعمل run حيتبعلي 100 بشكلة تمام. او ممكن اقول له مية زائد مية. مية زائد مية او مية زائد خمسين. هيتحامل معهم رياضيان وحيجمعهم مع بعض. تمام? وحيقول لي مية وخمسين. فيش اي مشكلة. هو الانتجر معناها ان هي حاجة رقم. معناها ان هو رقم. وقدر اتحامل معاه رياضيان. تمام? اوقدر اتحامل معاه يعني كرقم عادي. طب ده كان الانتجر. طب عندي نوع تاني من الارقام برضو. اسمه فلوت. اسمه ايه? خليل نكتبهم كده. نكتبهم كده ايه? في البرنامج. نكتبهم مية عشان ما ننسيش احنا شرحنا ايه. يبقى اول حاجة شرحناها وان هي الانتجر. تمام? وقلنا ان يدود عبارة عن اه رقم عادي مسلا واحد وعشرة وهكزا. تمام? تاني من هو عندي اسمه فلوت. الفلوت هو المقصود بها ان هو رقم كاسر. رقم كاسر. رقم في علامة عشرية. يعني يعني مسلا اقول لك واحد واتنين من عشر. واحد واتنين من عشر. واحد وخمسة من مية مسلا. واحد وخمسة من مية. وهكزا يعني رقم فيه. يعني رقم اا عشري. او رقم فيه كاسر. تمام? هقول لك واحد ونص. اه لا ده مش عارف. ده اتنين وربعة. وهكزا رقم عشر. تمام? هو ده مقصود بالفلوت. والفلوت اقدر اتعامل معاه رياضيا زي وزي الانتجر. يعني الفلوت اقدر اتعامل معاه رياضيا زي وزي الانتجر. يعني ممكن اجي هنا اقول له سي اوت. اه مسلا عشرة زائد اه اتنين ونص. تمام? دعنا نعمل ران. طبعا الاثناشر ونص. فاتعامل معهم رياضيا عادي جدا. تمام? حتى طريقة الكتابة هي هي. الفرق ان انا بحط هنا ايه? العلامة العشرية. اه حتى ممكن هيجي حتى ما قولي اما هو كده ممكن البرنامج او الكود يعني يعتبره ان هو ايه? ان هو انتجر. لان ما فيش اختلاف في طريقة الكتابة. اقول له لا. مدام انت ما حطيتش علامة عشرية فهو هيعتبره انتجر. مدام انت حطيت علامة عشرية فهو هيعتبره فلوت. تمام? تمام. طيب. عندي نوع تاني من البيانات اسمه string. اسمه ايه? string. ايه هو ال string دوت? ال string دوت هو المقصود ان انا حكتب نص او حكتب جملة او كلمة. شبه ما شفنا المرة اللي فاتت اللي هي مثلا هلو كلمة مثلا زي هلو. دي طبعا كلمة او نص. فانا ما اقدرش اتعامل معديات طبعا مع عاملة رياضيا لان هي هنا كلمة. حتى لو انا جيت هنا وحطيت رقم. حطيت مثلا خمسة ولا عشرة ولا اي رقم. حيتعامل معها ان هي ككلمة. ان هي عشرة دي كلمة. مش رقم. فما اقدرش اجمع عليها. ما اقدرش اجمع عليها. تعالوا مثلا نجرب هنا. انا كنا قيلين عشرة زائدت من نص. تعال قول له عشرة زائد. وحطوله مثلا ايه? عشرة هي جوه. اه عشرة. يعني حطيت عشرة اه انتجر وعشرة على شكل سترينج. تمام? تعالوا نعمل رن ونشوف. طول زائد دول. دول ده زائد ده. زي ما انتم شايفين ما جاب ليش حاجة. او مش عارف يجيب لي ايه. يعني في خطأ حصل. تمام? انا جامعت حاجة على حاجة ما بتتجمعش. مع ان انا لو كنت يجيبت وكان بتجيب له عشرة كده عادية. انا هيجمعهم ويكتب لي عشرين. تمام? فا اه الفرق ما بين ان انا اكتب له رقم جوه الدبلكوتز. او اكتب له رقم كسترينج وبان qualidade ان الرقم الانتجر اقدر تراتعامل معها رياضيا. اما الرقم ما اقدرش تتعامل معها الرياضيا. تمام? فلان هو بيعتبر اي حاجة جوا الدبلكوتز بيعتبرها ان هي كلمة بيعتبر ان هي سترينج بيعتبرها ان هي جملة او كلمة او نص تمام? ما بيعتبرهاش ان هي رقم. على شان اخلي مح 물 يكتب احالي رقم. او عشان اخلي اتعامل معه رقم او عشان اخلي اما اتعمل معها كانتجر. طيب. اه في حاجة تانية في نوع تاني اسمه الدابل. الدابل هو هو نفس الفلوت بالزبط. بس الفكرة ان هو اعضل الارقام اللي فيه بتبقى ضعف. سيء. يعني اسلا الفلوت انا هنا بكتب له بكتب له بقدر اكتب له بعد بعد الفاصلة العشرية ديت لحد سبع ارقام. حد مسلا ايه? يعني اقول له اتنين اه علامة عشرية بكتب له لحد سبع ارقام. تمام? اما الدابل فهو زي ما بايك دابل يعني ضعف. فهو اقدر اتعامل مع مع الرقم مع رقم عادي. وفيه ارقام بعد العامة عشر حتى خمستاشر رقم. حد ايه? خمستاشر الرقم. فالدابل بتبقى اضق في العمليات الحسابية اللي بتحتاج او بتحتاج اللي بتحطاها فيه العمليات الحسابية اللي بتحتاج انها تكون دقيقة جدا حتى للارقام العشرية الصغيرة خالص. تمام? فالفلوت الدابل هي 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 ضي الفلوت. تمام? طيب. اا عندي حاجة تاني او عندي حاجة تانية اسمها التشار. التشار هي اختصال ليه كاراكتر. التشار هي اختصال ليه الكاراكتر. الكاراكتر معناها حرف. تمام? التشار او الكاراكتر داية المقصود بها ان انا حكتب حرف واحد بس. بس الحرف دوت ما بيبقى زي الاسترينج يعني هو مش استرينج لا. هو من نوع تاني مختلف. النوع دوت تبقى حاجة اسمها تبع الاسكي تيبل يعني. تمام? او الاسكي كود. اا بيقبارة عن حرف واحد بس. تمام? اا الحرف دوت عشان او عشان اعمل داتة من نوع تشار او من نوع الكاراكتر. مش بكتب دابل كوت لأ. انا بكتب سنجل كوت. يعني بصوا الفرق ما بين السنجل كوت اللي انا كتبها ديت وبين دابل كوت ديت. دي دي اا فيه اتنين كده. او فيه نقطتين جمي بعض. وبعد كده ايه? اا الحاجة اللي انا عايز اكتبها بقى كده نقطتين. لما هنا لأ. نقطة واحدة او فاصلة واحدة. وبقى كده حاجة اللي انا عايز اكتبها بقى كده نقطة واحدة. الحاجة اللي اتكتب هنا في الاتشار لازم يكون حرف واحد. ما ينفعش يكون اكتر من حرف. تمام? هادي انواع الديتا تايبز. تعال كده نجرب بقى اطبعها وننشوفها. فاول حاجة تعال نطبع انتجر. احنا شوفنا طبعا الانتجر. ده بس نقول له خمسين. نجي نقوم اه حاجة. في التالة واحدة في الاول اقول له. نتبع جملة اقول له welcome welcome to cyber school. تمام? بعد كده هعمل سي اوه التانية. السي اوه التانية. السي اوه الديت اطبع فيها نوع مختلف. اطبع مسلا فيها اه انتجر عشرة. بعد كده اطبع فيها اه شوفتون سيت احط السيمي كلها. بعد كده نطبع عسلا نوع تاني مختلف. نقول له مسلا. اطبع مسلا. اه فلوت. تمام? فاقول له خمسة ونصف. تمام? بقى كده سيمي كورن عشان ننهر السطر دوت. بقى نكتب نوع جديد مسلا وقت اكتب الاتشار. تمام? نكتب الاتشار فاقول له سي قوت. عتلاقه الاتشار بقى شكله حتى اولون بتاعه. اه بقى مختلف شوية عن بقى مختلف عن السترينج. تمام? حرف الاي مسلا. نترك هنا اعمل ونشوف. اه قال لي انا كنت متوقع من انك السيمي كورن. واكتر خطأ بقع في المبرمجين او اكتر حاجة بينسوها يعني هي السيمي كورن امامه. تمام? فقط تعال اعمل تمام. ده هم شايفين طبعهم بس طبعهم لكلهم كده ايه? لازقين في بعض يعني سايبر سكول جنب عشرة جنب خمسة ونص جنب الاتشار لو حرف الايه? تمام انا عايز اعمل سطر بين كل الحاجة والتانية. عشان اعمل سطر او يعني اخلي في مسافة بين كل الحاجة والتانية. حاجة في اخر كل جملة كده. تمام? واعمل علامتين لما التاجس دول. واقول له اند لاين. تمام? اند اند وحرف ال ال. معناها اند لاين. انا بقى اقتصارا لاند لاين. تمام? طبعا كده عملت راند شوفين اللي هيحصل. جاء كتب لي ولكم تو سايبر سكول. وبعد كده عمل لي الاند لاين اللي هي ايه? يعني الاند لاين معناها ان كده ايه? ان اي حاجة يعطيك بعد كده اكتبها في سطر واحدة. تمام? فطبعا اللي بقى كله مع بعضه في سطر واحد. تمام? انا عايز كل حاجة اكتبها. بعدها هيعمل لي سطر لوحده. تعري هنا اقول له. اند لاين. وهنا كمان. الاند لاين مالهاش دعوة بتاعتك ايه? هي بتشتغل على كله ايه. او بتشتغل مع كله. تمام? اند لاين. طبعا كده نعمل ران. لازم نقفل البرنامج دوت الاول. كده نعمل ران. تمام يا زمانتو شايفين? طبعا لاول حاجة اوه. بقى كعمل اند لاين او سطر جديد تكتب لي في الانتجر اللي هو عشرة. بقى كده سطر جديد تكتب لي فيه اللي هو خمسة ونصف. بقى كده سطر جديد تكتب لي فيه اللي هو اه حرف الاي. تمام? تمام? طب هو انا ما ينفعش اطبع اكتر من حاجة مع بعض في نص السطر? لا ينفع. فيش اي مشكلة. نعم مسلا ان هنا كتبت عشر. تمام انا عايزك تبقى لعشرة ديت جملة مسلا ان دوت انتجر. ينفع او ينفع. كل اللي حاملو ان حاجة هنا. اعمل لعلى متين كده. تمام? واجه هنا اقول له. اقول له انتجر. انتجر. ممكن نعم مسافة كده. ونقطتين. تمام? وهنا طبعنا المران الاول ما نشوف. تمام? انا دي الجملة بتاعته بقى كده كده قال لي في سطر اللي بعد يهو انتجر. وكتب ليه الرقم اللي هو عشر. طب زي ما شايفين نقطتين دول يعني مربطين على طول بعشرة او نقطتين دول. اه في البلنامج. انا مران. تمام بقى في مسافة او ما بدهم. تمام? انا عايز اعمل كده مع باقي العناصر. عادي اعمل اللي انت عايزه. تعال كده هنا اهو في الاول. تقدر تجي في الاول او اه يعني قبل ما تكتب الرقم او او بعديها ما فيش اي مشكلة. تمام? يعني ممكن تكتب خمسمائة حاجة جنب بعض في نفس السطر او في نفس السي ما فيش اي مشكلة. تمام? اه تمام. في حاجة انا عايزه نشرحها في خط غسل. بس خلاص كده. تمام? زي ما وريتك تي بقدر تطبع اكتر من حاجة مع بعض في نفس السطر. يعني هنا طبعة او. يعني ديت كده مسلا ده سترينج. بقى كده جيت طبعة هنا ايه? جيت طبعة هنا اه جيت طبعة هنا انتجر. ممكن اعمل اكمل واكتبع مسلا فلوت. تمام? فيش اي مشكلة. تمام? اه شكرا لكم. واشوفكم بازن الله في فيديو جديد.